اهلا 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 بحضراتكم يوم 23 يناير سنة 2024 يوم مشهود في تاريخ مصر يمكن فخامة الرئيس بنفسه على اليوم ده ان هذا اليوم هيفضل محفور في ذكرتنا وفي تاريخنا بإذن الله هذا اليوم اللي كان او اللي كنا فيه بنضع الصبة الخرصانية الاولى للمفاعل الرابع في المحطات بتاعتنا بتاعت الضبع احنا بينورنا ويشرفنا جدا داخل الستوديو زي ما كنت بقول لحضراتكم دكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية اولا اهلا 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 بحضرتك وليه عظيم الشرف اهلا بيك فانضم الشرف ليه سعيب ان انا قابل سيادتك والسادة المشاهدين لا ده احنا اللي سعدى ومتشرفين اولا لانه احنا بنتكلم على مشروع عظيم ثانيا انا دائما اسعد واتشرف بوجود العلماء الاجلاء الكبار فما بالنا بانه دكتور امجد الرجل اللي بيترقص هذه الهيئة العظيمة اللي اظنها تنقلنا مكان تاني لكن هبدأ الاول بسؤال استهلالي شعور دكتور امجد وهو يعني يأخذ الاشارة من الرئيس للبدء على طول فيه ان احنا نحط الصبة الخرصانية بتاعتنا بتاعت المحطة الرابعة والرئيس موجود الرئيس بلاديمار بوتن رئيس رسولة التحادية عبر الفيديو كونفرنس حدث مهول وأظن احساس مختلف كان الاحساس ايا دكتور حقيقة حاجة بتعدني للاحظات سعيدة يعني مرت في حياتي ما فيه شك ان دي كانت لحظة مؤثرة جدا في حياتي استشعرت فيها الاحساس بالفخر الاحساس بالعزة الاحساس بالاعتزاز يمكن الفخر بحضور فخامة سيد رئيس الجمهورية سعد الفتاح السيسي وفخامة رئيس بلاديمار بوتن للاحتفال حضور دولة رئيس مجلس الوزراء لفيف من السادة الوزراء على رأسهم من دبتور الشاكر كبار رجال الدولة كبار رجال الدولة الروسية كلهم حضور وشهود لهذا الحدث فكان ده كله بيبعث الشعور بالفخر والشعور بالعزة العزة بالانجاز ان ده احنا بنضع الصبة الخاصانية الاولى للوحدة النواية الرابعة ووضع حجر الاساس للمشهوع ككل وانتقال جميع الوحدات الى مرحلة الانشاءات الكبرى ما فيش شك ان ده بيعطي الانسان الشعور بالعزة ثم الشعور بالاعتزاز لان الحقيقة هذا الانجاز لم يتم بيادي روسيا خالصة وانما تم بمشعاكة مصرية من خلال التنفيذ تم باشواف مصري ويمكن انا اتذكر كلمات اللي انا كنت بستأذن بيها قلت ان انا بقون على حضراتكم جميعا بكل فخر وعزة واعتزاز تمام الاستعداد لبدء اعمال الصب الخاصين الاولى فهذا هو المشاعر كان خريط المشاعر الفخر والعزة والاعتزاز والسعادة البلغة انا بعتقد ان ده يوم خالي في تاريخ الامة المسية سيسجل بحروف من زهب كان يوم عظيم من حيث الحضور عظيم من حيث الانجاز عظيم من حيث الاسعر دكتور انا مش عارف اقولك ايه يعني انا قعد عمال بسمع حضرتك وبعدين قعد عمال بتأمل لو صح لي ان انا اقول يعني ملامح حضرتك وعينيك في كم فرحة بادية جوه العينين وفي الملامح وحضرتك بتتكلم فرحة وفخر واعتزاز حقيقي واضح الى ابعد الحدود وده هيخليني يمكن عايز ابدأ الحدودة من اولها احنا كان عندنا برنامج طموح لان احنا يبقى فيه عندنا محطات نوية سلمية لانتاج الطاقة ومحطات دحسية وده برنامج قديم بدأ زمان من امتى ومش ازاي احنا فعلا انا بطفق بحاجة احنا عندنا برنامج نوي قديم بدأ من منتصف القرن الماضي او الالفية الماضية في عهد الرئيس والزعيم الخالد جمال عبد الناصر سنة 55 الحقيقة انشأ لجنة الطاقة الزهرية سنة 55 تحولت الى مؤسسة الطاقة الزهرية اللي اصبحت بما بعد هيئة الطاقة الزهرية الان والحقيقة كانت مصر من دول الدول التي ادراكت اهمية الطاقة من منتصف خمسينات القرن الماضي وانشأت قسم الهدسة النواية في جامعة اسكندرية سنة 63 وساهمت في انشاء الوكالة الدولية للطاقة الزهرية سنة 57 ثم تعاونت مع الاتحاد السوفيتي انزاك لانشاء مفاعل بحسي في انشواز بخدرة 20 ميجا واط وتم افتاحه سنة 61 اول محاولة تمت لادخال الطاقة النووية لانتاج الطاقة الكربية كان سنة 64 وكان من خلال المناقصة عالمية لانشاء محطة صغيرة 150 ميجا واط في برج العرب وتحليط الماء بحدود 20 ألف متر مكعب لكن للأسف الشديد جاءت حرب 67 والنكسة لتوقف هذا وتصدل استطار على هذه المحاولة لكن لم يكن هذا الحلم ببعيد عن أزهان القادة المصريين بعد انتصاء أكتوبر بعام واحد سنة 1974 كانت المحاولة التانية لادخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة في مصر وسنة 1974 كان فيه منقصة محدودة بين الشركات الأمريكية ودعيت لها الكثير من الشركات لانشاء محطة في قدرة 600 ميجا واط كانت في سيد كرير في ذلك التوقيت ولكن مبالغة الجانب الأمريكي في طلب بعض الشروط ورفض الدولة المصرية هذه الشروط قدى إلى توقف المشروع مرة أخرى سنة 78 المحاولة التالتة كانت في عهد رئيس حسن بارك سنة 83 لو نلاحظ كده 64 بعد عشر سنوات 74 تسع سنوات سنة 83 دي كانت المحاولة التالتة كان في محاولة قبلها في 79 مع فرنسا لكن كانت محاولة بسيطة لكن في 83 في عهد رئيس حسن بارك كانت المحاولة التالتة وتم عمل بنقصة ودعوة شركات وكان المزمع إنشاء محطة بقدرة ألف ميجاوات كانت أيضا فيه الضبع ولكن جاءت حادثة فوكشيما سنة 86 لتصدل استطرار على هذه المحاولات وتوقف البرنامج المصري ويظل فيه سبات لغاية عام 2007 في 2007 اتخذت مصر قرار استراتيجي بتبني برنامج نووي لإنشاء محطات نووية ولكن أيضا لم يحدث استقدم كبير على مصار البرنامج النووي لغاية عام 2014 في 2014 مع تولي رئيس عبد الفتاح السيسي وأعلن سيادته إن مشروع المحطة نووية بالضبع أحد مشروعين قوميين بيتبنيهم سيادته بدأ فيه تحرك كبير في هذا المصار في 2014 تم توقيع اتفاقية البي دي اي أو تفريط مع روسيا الاتحادية تم دعوة خمس دول لإنشاء محطة نووية بالضبع كانت فرنسا وأمريكا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية طلقنا ثلاث عهود من ثلاث دول كان من الصين ومن روسيا ومن كوريا الجنوبية لكن تم دراسة في ذلك التوقيت كل العهود وجدنا أن المصار الروسي كان هو المصار الأفضل وتم اتخاذ الجانب الروسي كشريك استراتيجي ثم حصل تقدم كبير في هذا المضمار ولذلك نعتبر دائما أن التحرك بدأ من 2014 ونعتبر أن دي بداية وإحياء للبرنامج النووي مر أخر الحياة حصل تقدم كبير جدا في 19 نوفمبر 2015 تم توقيع عادة من الاتفاقيات اتفاقية مالية لتمويل المشروع اتفاقية فنية لبناء المحطة اتفاقية رقابية بنهاية الرقابة النووية المصرية ونظريتها الروسية وبدأ من ذلك التاريخ المشروع تقدم تباعا إلى أن دخل حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2017 لما نجي نشوف من 55 إلى 2017 نتكلم على حوالي 60 سنة المشروع النووي المصري ظل عالقا في أزهان القادة المصريين إلى أن تم إحياءه بالفعل في عهد رئيس عبد الفتاح السيسي وحدث تقدم كبير في هذا المشروع وما زلنا نسير في خطوات متسرعة لتحقيق هذا الحلم الذي بيظل يراود المصريين عقودا طويلة يعني فعلا الحلم قاعد يراودنا من سنة 55 لحد ما بقى عمليا النهاردة على الأرض في عندي هذه المحطة بتاعة الضبع ولما بنقول محطة لأنهما أربع مفاعلات تمام صحي كده؟ بالضبط كده فهنا هنا توفرت إرادة سياسية شديدة الوضوح والإصرار على أن المشروع يتم ويطلع ويظهر للنور وأنا بتذكر يمكن أنا يمكن مش عايز تقول حياتك لكن بتذكر أنه كم من الناس اللي قاعدت تشكك والعادة تعت الإخوان وناس من بلد برة وناس من بلد جوة وبقينا النهاردة بنشوف حاجة قدامنا ظاهرة بادية للعيان وهنا يجي سؤال مهم جدا أنه إحنا يمكن في تصورات الناس اللي زي حالاتي كده من العامة أنه محطات الطاقة النهوية هتطلع كهرباء وكلام من ده لكن لما بنقعد نفكر أكيد أنه هناك الكثير من الإضافات للمجتمع والدولة المصرية بس مختلفة أو تزيد على مسئلة تويد الكهرباء تويد الكهرباء يبقى في قاعدة صناعية أكيد أكبر وأشمل وما إلى ذلك لكن هل لها تأثيرات أخرى على المجال البحسي المجال الصناعي توفير فرص العمل الاقتصاد المصري يمكن حاجة بتضعي السؤال بتضعي الإجابة فيه يعني أنا عاوز أقول لحاجة أن محطة الضبع النهوية دي بتقع في قلب تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بأبعادها الثلاثة أن مصر رؤية مصر 2030 بتعتمد على ثلاث أبعاد البعد الاقتصادي البعد الاجتماعي البعد البيئي وهناك عشر محاور لهذه الرؤية رؤية مصر 2030 بدءا من التنمية الاقتصادية مرورا بمحور الطاقة مرورا بمحور البحث العلمي والتكنولوجيا مرورا بكفاءة المؤسسات ثم العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة والبيئة والتنمية العمرانية جميع المحاور العشرة الحقيقة بيتم تحقيقها أو المسامة في تحقيقها من خلال المحطة النهوية بالضبع لو نظرنا مثلا لأول محور عندنا في رؤية مصر 2030 وهو التنمية الاقتصادية ما فيه شك أن المحطة الضبع النهوية ستضيف الكثير إلى الاقتصاد المصري من خلال ما تنتجه من كهرباء موصوقة وآمنة ورخيصة السعر من خلال ما توفره من تقدم في صناعات وإدخال صناعات جديدة والارتقاء بمعايير الجودة في الصناعة المصرية حتى الصناعات القائمة من خلال ما توفره من فرص عمل ومن خلال ما توفره من وقود أحفور يمكن استغلاله في صناعات أخرى صناعات بيترو كيميائية أو حتى للتصدير من خلال التكنولوجيا والبحث العلم فهي لا شك أن المحطة النهوية ستخدم على المحور الأساسي وهو محور التنمية الاقتصادية المحور الثاني محور الطاقة ده فيه ارتباط وسيق بين محطة الضبع وبين محور الطاقة نحن نقول دايما أن الطاقة النهوية هي طاقة نظيفة خضراء موصوقة آمنة بتزيب من الاستقرار في شبكة القرابية وسعرها منافس إذن بتخدم بشدة على محور الطاقة المحور التالي البحث العلم كالحركة أشرت ما فيه شك أن وجود محطة نهوية ساهم في زيادة الدراسات والأبحاث المرتبطة بالمجال النهوية وإحنا عندنا في مصر هيئة بحثية عظيمة هيئة الطاقة الزرية هيئة بحثية عظيمة هيئة المواد النهوية دول هيئتين بحثيتين بيقوموا بالكثير من الأبحاث بالإضافة إلى الجماعات المصرية يبقى لازم أهتم برفع كفاءة المؤسسات والاهتمام بالحكمة والشفافية والمصداقية وبناء الثقة مع المجتمع كل ده بيخدم على محور على بعد واحد والبعد الاقتصادي محور الأربعة لو انتقلنا للبعد الثاني وهو مثلا البعد الاجتماعي بيبدأ بمحور العدالة الاجتماعية لفق بين رجل أو امرأة في الانتحاق بالعمل في المحطة النهوية الأساس هو الجدار أنا عندي حوالي 20% من العاملين من اللسان وبالتالي هو بيساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين الجميع المحور التالي الصح ثم التعليم ثم الثقافة لما نتكلم عن الصحة ما فيه شك أن الطاقة النهوية هي طاقة نظيفة خضراء تساعد على الحفاظ على البيئة وعلى الفرد وعلى المجتمع لما نجي نتكلم عن التعليم احنا أنشأنا مدرسة الفنية بالضبعة عشان تخرج الكوادر الفنية لا تعمل فيه مشهور محطة النهوية بالضبعة هناك اهتمام أكثر بالبرامج التعليمية حتى في التعليم العالي يعني فيه قسم هندسة نوية في جمعة أسكندايا سنة 1963 فيه هندسة نوية فيه جمعة روسية فيه تفكير في إنشاء هندسات أخرى هندسة نوية ثم الثقافة الصقافة النوية دخلت مكونجديد في الصقافة المسرية لم يكن متعرف عليها الصقافة النوية يبقى بعدها المختلفة الأمن النووي الأمان النووي كل دي عناصر جديدة بتخش في الصقافة المسرية لأول مرة وبيزيد الواعي يعني محطة نووية عن إيه طاقة نووية إيه هي المعايير المتبطة بيها إيه هي المزايا المتبطة بيها كل دعون سهريت بيخش في الثقافة النووية ثم المحور الأخير في رؤية مصر 2030 وهو البعد البيئي وده بيئة وتنمية عمرانية البيئة طاقة خضراء تم الاعتراب بها في الاتحاد الأوروبي في فباري 22 أن الطاقة النووية طاقة خضراء تحافظ على البيئة والمجتمع والأفراد والمخلوقات كلها ثم التنمية العمرانية كوننا شايفنا يمكن النهضة العمرانية الواسعة اللي بيتم في الضبع في العالمين وفي الضبع وفي رأس الحكمة في تطور للبنية التحتية يستشعره الجميع المجتمع المحلي بيستشعر هذا التقدم وهذا التطور في البنية التحتية مدرس ومستشفيات وطرق كل ده بيساعد على الارتقاء بحياة وجودة الإنسان الماضي لو بنا نتكلم على أهداف التنمية المستدامة لا أنا بغتقي بجودة الحياة توفير طاقة كهربية رقيصة مأمونة بغتقي بجودة تعليم بغتقي بالمساواة والاندماج بغتقي بالأمن بمفهوم الواسع أمن الطاقة الكهربية بغتقي بالمكانة الهيادية المكانة الهيادية لا تستحقها مصري في هذا المجال فالحقيقة أنا عاوز أقول أن البحطة النوية هي تقع في قلب أهداف التنمية المستدامة التمانية في رؤية مصر 30 بمحورها العشرة بأبعادها الثلاثة ولذلك أنا دائما مؤمن بأهمية وقيمة هذا المشروع العملاق القومي العملاق إحنا بغتنا بحضراتكم والله العظيم أنا عايزة أستأذن أروح للفاصل وعايزة أرجع بعض الفاصل حقا قلت جملة مهمة جدا متعلقة بأن هذه الطاقة زي ما هي نظيفة ومستدامة بقدر ما أيضا هي طاقة رخيصة تثمن إذا ما قورنت بالطرق الأخرى لإنتاج الطاقة فأنا عايزة أفها من حتة دي حتى تطمئن قلوب الجماهير زي ما بيتقال المصريين يوم 23 معدلات البحث على جوجل على مسألة الطاقة إحنا كنا كلنا نعرفه يقولوا لنا إيه مثلا قلب المفاعل عليها أن يجد مصدرا للتبريد فيجب أن يكون قريبا من المياه ده كانت أخر معلوماتي على الألع بعد شوية لإنا بقى إنا هرفتنا ده كان في جيل أول وجيل تاني وجيل تالت ومعاملات الأمان بقى إنا بنتعلم من مجرد هذا الافتتاح العظيم هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية استنونا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحرم نانسي قنقر نحن نانسي قنقر نانسي قنقر عن العالم النظر النظر بتخدم عليها وتعمل على تحقيقها المحطة النووية طب بما نحن كلمنا عن البعد البيئي فنحن الناس العاديين البسطاء في هذا المجتمع دايماً هيبقى فيه عندنا الهواجس المشهورة محطة طاقة نووية يا خبر بيض وعلى البحر طب هيحصل إيه في مية البحر على السواحل المصرية وهيحصل إيه في الأرض المحيطة بعادي المحطات ويا ترى يا ترى ده هيأثر على المشروعات الزراعية اللي بتتعمل هناك وتصبح الخضروات والفواكه ملوسة باللي مش عارف إيه يعني وبيغازي ده دايماً العيل بتعبلت بره لا أنا عاوزة أتمن حضارك وبطب من الشعب المصي كله إحنا التكنولوجيا المستخدمة في محطة طبعاً هي من الجيل السالس المطور أو الجيل السالس المتقدم أو الجيل السالس المتطور يعني جنيشان سي بلس وهذا الجيل بيتميز بأعلى معيير الأمان النووي يعني عاوزة أقول لحضارك أن المحطة هي لها وعاء مزدورة جدهان يستطيع تحمل صدام طائرة وزنها ربعمية طن بتسير بسرعة 150 متر على الثانية يستطيع تحمل تسنامي حتى 14 متر يتحمل موجات انفجارية حتى 14 كيلو ماسكال يتحمل عجلة زلزالية حتى 3 من 10 من قيمة العجلة الجزيمية الأرضية يتحمل الأعصير مزود بكل وسائل الأمان التكرارية الدفاع في العمق أنظمة أمان لا تحتاج إلى مصادر قربة مثل أنظمة الأمان السلبية تعتمد على عجلة الجزيمية الأرضية والحركة الطبيعية للسوائل فهي تتميز بأعلى درجات الأمان احتمالت انصار قلب المفاعل واحد على 10 مليون مفاعل سنة يعني لو عندي 10 مليون مفاعل شغلين لمدة عام باحتمال أن يحصل بس فيه ومعض في قلب المفاعل مفاعل واحد ده هو الأعلى من حيث التكنولوجيا الأعلى من حيث الأمان مزود بمصارة قلب المفاعل اللي احنا يمكن احتفلنا بترتيب بسرط قلب المفاعل أول كان فيه 6 أكتوبر من العام الماضي وبسرط قلب المفاعل للوحدة التانية في 19 نوفمبر معايد الطاقة النووي الحقيقة احنا عندنا رعينا في هذا المفاعل أن يكون الأعلى من حيث وسائل الأمان وهو الأعلى تكنولوجيا وهو أعلى تكنولوجيا يمكن تصديرها في الوقت الحالي وعلى سنة كده أبو طم من الشعب المصري أن الحقيقة احنا رعينا كل يعني عوامل الأمان وهو المفاعل آمن جدا جدا وحتى السكنة بدوار المفاعلات النوية هي السكنة آمنة ولا تختلف عن السكن في أي مكان آخر بالعكس بل أن البيئة تكون أكثر يعني نظافة من البيئات الأخرى نظرا لانخفوات سنويسيد الكربون نعوذي لحدك أن المفاعلات النوية تقارن في انبعثات الكربون بمحطات أريح فقط يعني حتى لما بنيجي نتكلم على عمر أو اللايف سايكل بتاعة مصدر الطاقة فبنلاقي أن الطاقة النوية تقارن بطاقات الرياح يمكن حتى الطاقة الشمسية ينبعث منها من ضعفين إلى أربع أضعاف كمية سنويسيد الكربون اللي ينبعث من الطاقة النوية لما بنيجي نبص على الغاز الطبيعي 30 ضعف إنبعثتها سنويسيد الكربون لما بنيجي نبص على الفحم 70 ضعف على البترول 60 ضعف فبالتالي الطاقة النوية هي الطاقة الأنظف تقارن دائما بطاقة إغرياح من حيث نظافة البيئة والحفاظ على البيئة وتجنب انبعا سنوشيد الكعبون طيب أنا هستأذن هروح للفاصل للأخير ونرجع بعد الفاصل برضو مهم عندي أن أنا أعرف خطتنا المستقبلية إيه ماذا بعد إن شاء الله هذه المفاعلات ويمكن برضو هيخذنا الكلام على وإمتى هتخش الخدمة تباعا يعني أظن مش الأربعة هيخش مرة واحدة هيخش الخدمة بدءا من إمتى إن شاء الله والخطة المستقبلية بتاعتنا وأخيرا عندي سؤال متعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هقوله حضرتك ولكن بعد الفاصل خليكم عالي طيب وكان عندنا طبعا حديث لن نفسح عنه دلوقتي على الإطلاق لأنه كان حديثا جانبيا متعلق بشخص المتواضع لكن كل الترحيب بضفنا العزيز دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية وكنت بتكلم دكتور علا أو كنت بتساءل علا إحنا هنبدأ إن شاء الله نخش الخدمة إمتى؟ يعني المحطة بتاعنا بتاع الطابعة وخططنا المستقبلية إيه؟ طمعا الحقيقة بالنسبة لدخول الوحدات النووية في الوحدات النووية ستدخل تباعا بدءا من ستمبر 28 الوحدة النووية الأولى ثم بعدها بستة أشهر الوحدة النووية التانية ثم بعدها بستة أشهر الوحدة النووية التالتة وتدخل الوحدة الرابعة والأخيرة إن شاء الله في المحطة النووية الأولى في فبراير من عام 2030 مع دخول الوحدة الرابعة يبقى احنا كده أنجزنا المحطة النووية الأولى والكائدة في موقع الضبع طب ماذا بعد؟ هل احنا بنتكلم عن محطة الضبع النووية فقط؟ لا احنا مصر مصر دولة عظيمة لها ريادة في هذا المجال دائما نتحدث في مصر عن برنامج نووي طموح يبدأ بمحطة الضبع النووية ولا ينتهي بمحطة الضبع النووية محطة الضبع النووية هي المحطة الأولى موقع الضبع الحياة بتتسع لأربع وحدات أخرى كبيرة في الجهة الشعقية بالإضافة أن احنا بيتم عمل دراسات حاليا لإضافة بعض الوحدات النووية المعيرية الصغيرة يبقى بنتكلم على موقع المحطة النووية بالضبع أربع وحدات جاري إنشاءهم أربع وحدات مستقبليين بالإضافة إلى عدد من الوحدات النووية الصغيرة أيضا سيتم دراسة كيفية إمكانية زيادة عدد الوحدات من 8 إلى 10 مستقبلا ده بالنسبة لموقع المحطة النووية بالضبع هل احنا بنتكلم على مشروع؟ لا احنا بنتكلم على برنامج نووي طموح يبدأ بالمحطة النووية الأولى المكونة من أربع وحدة يعني الضبع محتمل بأمر اللي أنها تستكمل حتى عشر وحدات إن شاء الله إحنا عندنا في خطط واضحة حتى ثمان وحدات نووية كبيرة ولكن بلدرس الآن كيفية إمكانية زيارة هذه الوحدات إلى عشر وحدات أيضا إمكانية إضافة بعض الوحدات المعيارية الصغيرة طب ده بالنسبة لموقع الضبع هل هناك موقع أخرى إحنا قامت لقى بدراسة 18 موقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط غيرها من المواقع وجدنا هناك أن هناك جدوى من عدد اثنين موقع ده جاري استكمال الدراسات الخاصة بهم كل موقع بيتسع إلى عدد أربع إلى ثمان وحدات وبالتالي نحن نتحدث على برنامج نوي طبوح جدا وعلى إمكانية زيارة الطاقة النووية بقدرات كبيرة في المستقبل إن شاء الله المحطات النووية زي ما حالك عارف هي مش محطات يمكن إنشاءها في عام أو اثنين أو ثلاث نبتكلم عن محطة النووية بتمر بثلاث مراحل مرحلة ما قبل الإنشاء أو المرحلة التحضرية ودي مدتها من سنتين ونصف إلى أربع سنوات ودي بيتم فيها تبادل كافة المعلومات ويتم فيها أعداد الوصائق الخاصة بإذن قبول الموقع يتم أعداد الوصائق الخاصة بإذن الإنشاء في وثيقة واحدة مثلا تقيق الأمان الأولي مئة ألف صفحة وبالتالي نحن نحتاج إلى مدة من عامين إلى أربع عوام قبل بدء المرحلة الخاصة بالإنشاءات يمكن المرحلة في اللي أنا بكلم عن الوحدة النووية الرابعة المرحلة التحضرية انتهت في 23 ناير ودخلنا مرحلة الإنشاءات الكبرى مدتها خمس أعوام ونصف بيتم فيها تشهيد المفاعل وتركيب كل المعدات وجميع أجهزة الأمان والاستعداد لمرحلة الإختبارات ثم مرحلة الإختبارات بتبقى حوالي مدة عام فبالتالي الوحدة لما نيجي نبص كده أربع عوام مرحلة ما قبل الإنشاءات ومرحلات عضرية خمس أعوام ونصف مرحلة إنشاءات كبرى ثم عام اختبارات بنتكلم على حوالي عشر سنين ونصف فبالتالي إنشاء المحطات النووية بيستهلك مدة زمنية كبيرة ولكن المشروع ينتد عمره إلى ما يقارب القرن ستين سنة يمكن مده لتمانين ثم إلى مئة سنة فبالتالي هي علاقة أبدية بتربط مبيل الدول وبعضها إنشاء المحطة النوية بيمد جسور العلاقات ما بين مصر وروسيا لمدة قرن من الزمان هذا الأمر بيبقى بالغ أهمية للعلاقات ما بين الدول وبعضها البعض الدولة المستقبلة للتكنولوجيا والدولة المستقبلة أيضا للتكنولوجيا النووية يمكن ده جزء برضه من السؤال وهذاك شرحت لي على مسألة إنه الرئيس الروسي فلاديمير كوتن كان بيحضر طبعا مع فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح أو الصب الخرصانية الأولى قلت لي يا يوسف ده غرف فيه يعني بناء المحطات النوية إنه رئيس الدولة زائد رئيس الدولة التي نأخذ منها التكنولوجيا لكن كلفت لنظري جدا الكلام اللي افتتح به الرئيس الروسي يعني أتكلم على الصداقة أتكلم على الشراكة أتكلم على العلاقة الطويلة اللي ما بين روسيا ومصر من وقت الاتحاد السوفيتي وحتى هذه اللحظة إلى آخره إلا إنه أنا استشفيت لاحظت تلمست إنه لدينا شيء مختلف مش عارف أحط إيدي عليه ولكن رئيس الروسي فلاديمير بوتن وهو يتحدث واضح عنده إن هو سعيد بهذه الشراكة مع مصر في هذه المحطات تشعر أنه سعيد بهذه العلاقات المتميزة اللي ما بين مصر وروسيا من 14 لحد دلوقتي مش بس العلاقات الأديمة أنا يا حياء بطفق مع حضرتك طبعا لأن الأحياء زي ما وضحت إن العلاقة في إنشاء محط النوية هي علاقة تمتد لقارن من الزمان إنشاء المحط النوية واكتمالها في عام 2030 ثم العمر الافتراضي 60 عام 2090 ثم مد العمر الافتراضي حتى 2010 ثم مد مرة أخرى حتى عام 2030 بنتكلم من عام 2030 حتى 2130 دي علاقة ممتدة قارن من الزمان بتجمع بين الدول وبعضها البعض والحقيقة العلاقات ما بين مصر وروسيا لم تبدأ مع المشروع المحط النوية الضبع هي علاقات ممتدة من الأول المفاعل البحسي الأول اللي تم افتاحه عام 61 ثم مهورا بالسد العالي ثم مهورا بالعلاقات المتميزة بين مصر وروسيا وأعتقد أن ده امتداد طبيعي للعلاقات الوطيدة ما بين القيادة السياسية في البلدين للعلاقات الوطيدة بين الشعبين للعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وروسيا والحقيقة اختيارنا للجانب الروسي كان اختيار موفق لأن روسيا تملك كل عناصر التكنولوجيا النووية بالإضافة أنها دولة عصنة تستطيع أنها تساعد مصر بشكل كبير جدا في بناء كوادرها وإحنا حرسين جدا على بناء الكوادر التي تعمل في المشروع النووي لأن المشروع بالنسبة لنا مشروع قومي يعني المشرل هو العامل المصري والمصين هو العامل المصري والمطور مستقبلا هو العامل المصري فهناك اهتمام بالر بالكوادر البشرية المصرية وبتدريبها وبانتقائها لبناء محطة نوية وتجريلها وإدارتها كأحسن ما يكون قلت لي حتى أنه هناك خمس مراحل لقبول أي كدر داخل يشتغل معانا في المحطات بتاعة الضبعة وحتى المحطة قلتهم لي فهي يعني مش خمس مراحل وفي الآخر بنقرر ده لما نبقى ننجح في المرحلة الأولى نتأهل للتانية وهكذا تباعا بالضبط يعني فلترة وفرز مزهل الحقيقة احنا في المحطات النوية بنهتم بانتقاء الكوادر البشرية بشكل يعني دقيق جدا وأي حقيقة يعني متقدم يرجو العمل في هيئة المحطات النوية بيمر بمجموعة من المراحل يعني لو كان مثلا بنتكلم على مهندس يحيد العمل في هيئة المحطات النوية فبيمر بعدة مراحل المرحلة أولا هي استفاء الأوراق والشغوط شرط الوظيفة ثم اختبار فاني تخصصي يجب أن يكتازه حتى يعبر إلى الاقتبار التالي ثم اختبار الوانجليزية في أحد الجهات المتخصصة ثم اختبار في الحاسب الآلي تبقى لتخصصه ثم اختبار قياس السمات الشخصية لأن احنا بنقيص عدة سمات القضاء على عمل تحت دارت القضاء على مقامة الانحراف الولاء والانتماء القضاء على الابتكار القضاء على التعبير يجب أن احنا كلنا شفنا العامل في محطة زبروجيا في أوكرانيا وهو يعمل تحت دارت وتحت غزه ولمدة أكتر من 48 ساعة يعني دون أي خطأ فبالتالي نحن نطلب عينات ويعني موظفين بنمازج وبصفات محددة ثم بعد الاختبار النفسي بتكون فيه اختبار مواجهة والاختبار دخول أي اختبار له شرط أن تكتازي الاختبار السابق له يعني دخول الاختبار التالي لا يكون إلا باكتياز الاختبار السابق بعد كل هذا وبعد التحقق الأمن وبعد الكشف الطبي يلطحق الحقيقة المتقدم للعمل باللهية لمدة 6 أشهر تحت الاختبار وبعد اكتياز مدة الاختبار بالضبع يتم تعيين العمل للعمل بإلعاء مهم جدا انتقاء العمل والكادر البشري وتطويره وتدريبه وأنا بكلم حضارك دلوقتي في 130 مهندس مصري بيتضربوا في رئيس الاتحادية على أعمال التجريب والسيانة ويمكن قبل نهاية العام سنصل إلى 360 فالحقيقة فيه هناك اهتمام بالغ بأعمال التدريب تدريب دخلي وتدريب خارجي وتدريب من خلال العقود سندريب من خلال العقود أكتر من 2150 متدريب على أعمال الصيانة والتجهيل وخلافة وقبل أولادنا أنا مش عادة أشكرك إزاي دكتور نورتني وشرفتني وأشكرك على وقتك اللي دتهلنا وشكرا جدا على هذا الحوار الرائع اللي يعني استفدنا به إلى أبعد الحدود كل التوفيق من قلوبنا كلنا 106 مليون مصري كل التوفيق أشكرك جدا دكتور أنا خليك يا فندم ده إحنا الأسعد وإحنا اللي تشرفنا أشكرك جدا دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووي أشكرك جدا دكتور أمجد الوكيل